تقدم لترامب وبوادر انقسام حد داخل الحزب الديمقراطي هذا ما كشفته نتائج الانتخابات التمهيدية التي جرت مؤخراً في ولايات ألاباما ومين وتكساس إذ أوضحت النتائج قوة ترامب التي لا تظهر دائماً في استطلاعات الرأي فقد نجح العديد من المرشحين المدعومين من الرئيس الأمريكي في هزيمة خصومهم أبرزهم مدرب كرة القدم السابق في جامعة أوبورن تومي درينفيل الذي هزم السيناتور السابق والمدعي العام جيف سيشنز لينال ترشيح الحزب الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي في ولايات ألاباما النتائج الأولية أظهرت كذلك انقساماً عميقاً في الحزب الديمقراطي وصعود اليسار المتطرف بشكل أكبر ما قد يعقد مسار الديمقراطيين للفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ وهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وفي قرار مفاجئ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدال مدير حملته الانتخابية براد باريسكال بعضو الحزب الجمهوري المخضرم بيلستيبيان قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات خطوة جاءت بعد أيام من مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست صور باريسكال على أنه منعزل ويروج لنفسه لكن ترامب الآن يعول على أصوات الأمريكيين من أصل لاتيني وهو ما تسبب في حدوث حالة إرباك بين أعضاء الحزب الديمقراطي ناشطون من أنصار الديمقراطيين أعلنوا مقاطعة شركة جويافود الغدائية بعد أن أشاد رئيسها التنفيذي بدور ترامب الذي نشر صورة على وسائل التواصل وهو جالس في مكتبه بالبيت الأبيض مع مجموعة من منتجات جويافود في إشارة لدعمه للاتينيين اشتركوا في القناة